أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية الفترة الأخيرة شفنا شكاوي كتير جدا من عملاء لشركات عقرات اتفاجئوا بفسخ العقود بتاعتهم بسبب تأخرات في دفع اللقصات وهنا بقول تأخرات مش امتناع عن الدفع وده بيروح بينا برضو الحتة تانية مهمة جدا إزاي أي عميل عقرات النهاردة يضمن حقه في العقود مع الشركة وإيه هي كمان المشكلات اللي بتحصل بين العملاء والشركات وزي نحلها كل حاجات دي هنتكلم فيها مع عضفنا أستاذ محمد مونير المحامي بالنقد والإدارية العليا أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم وبكل المشاهدين ومتابعين الكرام حضرتك منوارنا النهاردة حاب أبدأ كلامي معاك واسألك رأيك إيه في عقود العقرات في البداية والله يا فندم هو بشكل عام في الفترة الأخيرة عقود العقرات في الفترة الأخيرة أنا باعتبرها هي عقود إزعان بمعنى إيه عقود إزعان؟ هي عقود بتنصب كلها لمصلحة طرف واحد وهو المطور العقاري المطور العقاري بالضبط يا فندم المطور العقاري في العقد بتاعه بيضمن أو يضمن حقوقه كلها لكن العميل أو المشتري للأسف يعني مجلوب على أمره لأن كل العقود كلها بتنصب في مصلحة المطور العقاري عشان كده أنا أطلقت عليها أنها عقدي إزعان يعني يعني نقدر نقول أن المطور العقاري بيبقى واعي فضامن كل حاجة تخصه؟ كل حقوق بالضبط يا فندم كل حقوق ضامنها في العقد بتاعه يعني أنت نهيكي عن العقد زي ما بقول لحضرتك هو عقد إزعان هو الوضع الطبيعي أن عقود العقارات أو البيع والشراء بشكل عام زي ما كلنا عارفين أنها كلها قيمة على التقصيد المطور العقاري من ضمن الحاجات اللي بيعملها أنه هو بياخد شيكات بنكية على المشتري وهو بيمضي على العقد بتاعه طيب حضرتك لما يبقى معاك الوحدة بتاعتي اللي أنت لسه ما بنتهاش أصلا لسه أرض فضاء وفي نفس الوقت معاك فلوسي اللي أنا بسددها لك كدفعة حجز أو مقدم تعاقد بجانب اللقصات اللي أنا بسددها بشكل دوري حسب البنود المتفق عليها في العقد وبتمضيني شيكات الوضع الطبيعي أن الشيكات دي حضرتك أمضي لك عليها وقت ما استلم وقت ما تسلمني الوحدة بتاعتك آه حقك لأن أنا استلمت الوحدة خلاص بقت الوحدة في حياستي كمشتري طالما أنا استلمت الوحدة كمشتري حق حضرتك كمطور عقاري أو كبايع أن أنت تمضيني على شيكات بباقي الأقصات المستحقة على الوحدة بعد استلامي لها بعد استلامي للوحدة بعد الاستلامي للوحدة لكن ما ينفعش قبل ما استلم الوحدة وأرض فضاء حضرتك تاخد عليها شيكات بنكية حضرتك بسدد لك إقصاط بدفع دفع التعاقد أو مقدم حجز والأرض والوحدة في حياستك يعني أنت معك كل حاجة أنا معيش حاجة